وده الاهلي زي ما عودنا كنت نحشيش روح الفنالة الحمر يعني ملخص المطشي النهاردة طبعا النادي الاهلي يعني كان رايح بكل قوته عشان احراز اللقب كان متدفي بجماهير مصر الكبيرة جدا جدا اللي كانت موجودة في الاستاذ كانه حلوة متدفي اه طبعا طبعا فعلا يعني ما عندكش فكرة يا دكتور الجمهور بيفرق جمهور النادي الاهلي بالتحديد بيفرق مع فرقته ازاي يعني دخال النهاردة مثلا المطشي ده كان على قديمه مثلا من غير جمهور بدون جمهور كان الموضوع ما كانش كده خالص جمهور النادي الاهلي الكبير اللي كان بيقازر فرقته لغاية اخر لحظة وواثق في لعبته اه اه وصل للنادي الاهلي انه يبقى كده ممكن النادي الاهلي ما يبقاش في احسن حالاته بس اه روح الفنالة الحمراء ما بتغيبش عن النادي الاهلي وشوفناها في اكتر من موقف والنهاردة المطشي متعلق للدقيقة يمكن اه 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 88 لغاية ما احرزنا الهدف وكان باين كان فيه بعض المؤشرات ان النادي الاهلي بعد التغييرات تبتدي الامور تتزبط شوية واللجناب تتحرك اكتر لان اي خطورة في الدنيا بتيجي عن طريق اللجناب فالطرفين ما اشتغلوا كويس او خصوصا علي معلول في اه اه اخر يمكن اه نص ساعة او 25 ديه اه ادى للنادي الاهلي اه خطورة هجومية وتأثير هجومي اه كبير وشوفنا اكتر من فرصة ضاعت انما الاسرار والعزيمة اللي وصلت النادي الاهلي انه هو يجيب هدف التعادل في الاخر خالص وده وضع طبيعي من سير المباراة يعني ما شوف مجمع المباراة تلاقي 70% استحواز النادي الاهلي و30 للرجاء بس في الشيط الاول لعبة النادي الرجاء استغلوا اه تأخر طبعا معلول في الرجوع الورا وكان اه محسن وعد الالاء الكرات الطلية الاحداد استغلها كويس جدا وارهق النادي الاهلي لولا شدناه في الشيط الاول زي ما انت بتقول دي دي بالزبط هي الخطة اللي كان بلعب بها الرجاء بيقفل كويس اوي تحت لان عارف خطورة النادي الاهلي اه في الاطراف وكان كل الفرقة لما بتفقد الكورة بترجع في نص ملعبها يمكن تلتم ملعبها كمان وبيعتمدوا على الكور المشتدة السريعة عشان عندهم لعبة من ضمنهم محدد طبعا يعني مهاجم 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 هايل وكان طبعا عنده سرعات وكده وخطفوا النادي الاهلي في جون وهي المباراة دي بتخلص هدف بهدف وفعلا ابتدوا بقى يمرسوا طبعا طريقة شمال افريقا اللي احنا متعودين عليها تضيع الوقت والكلام مع الحاكم والاصابات والجني عطل شوية وكده وعلى امل ان خلاص المباراة انتهت وكل طبعا ما بيمر الوقت خلاص الاهلي بيضغط بكل خطوطه فممكن كانوا يستغلوا الهجم المرتد بيقتله الماتش خالص انما الحمد لله برضو كان فيه توازن دفاعي عند النادي الاهلي بنون النهاردة طبعا حياة كان من الناس المحترمة